ايوه. اي سيد. ايوه. شنين امور. عليش تعم في المشاكل اللي يميد خل. اني نعم في حتى مشاكل انا دي ماكين نعمل تدوينه ولا ناخذ فعله وذاك رد فعل مع انت عمري ما نبدأ بالمشاكل. لكن وقت لي شخص يسيق لي ولا يحاول انه يسيق لي ماه الله غالب سيمون كاراكتير ما نسكتش. خلو واضحه للناس. انتي انتي مفروض تكون في الفريق متاع السنة في. انا اجا نقول لك انا صاحبي دوكويت ديزاني صاحبي بكار. عشرة كبيرة نوية. ماهي. داكار. وفي العشرة هذية الكبيرة اتعدى ببرشة ازمات تعم ناول والتعم ناول في التلفزة. حكاية الخطايا والهايكاة اللي مرة شددته في تركينا ببريود كبيرة. فبكل تواضع لقى كامال بن خليل مع انتها من ناحية القانونية وحتى من ناحية المورال وهو يعرف ما بنخلش في التفاصيل. في فترة البرنامج كان مهدد. كان مهدد بش يمشي على روحه. لقى كامال بن خليل. عندي فضل ولو كان صغير في انو البرنامج يقحت. السنة كملت ليميسيون. ولو اني نعرف كامال خصالك وكل شي انو ما كي تعمل حاجة مع مهدد ما ما تقول هاش. ليه ما قلتها علاش. ما بش قولك علاش قلتها. ما قولك عليا قلتها. على خاطر السنة. السنة كملت ليميسيون. سيف جاي على روحه كل حد على روحه. انتي بدلت لي كيب. تهز تليفونه له مهدي. له كامال راوس ناتي في با بارتي دي جروب. صرتو انو انا ثماش كنت تصل بي. ثم برنامج اخر تصل بي. اعتذرت له. تلفزة. اي ثم برنامج تلفزة رياضي تصل بي. مزل مبديش لبر اكزاكتمان. قلت له راو مرال مانج وسوي افيك صاحبي. دونك معانتها ما مسالش معانتها بارك الله وفيك. اعتذرت. ولا. فانا فوجئت انو معانتها جمعتين. التالي بلغ لي عن طريق صديق. مش بلغ لي. في وسط الحديث مع الصديق قالوا ليه راو فلان مشي على روحه ومعانتش معاي. قلت له سيهل ياسري هز تليفون ويكلمني معانتها يعلمني. معانتها يعلمنيش. خرج تشكيلا انتها وانا اعتبرتها ذاك اقلت احترام ليا فهمت. عبرت على امتعابي. للصديق هذا فوجئت به يعمل تدوينة. يقول لي اساقت لي وانا لا اساقت له لا درت به معانتها. فرديت الفعل بالطبيعة. جيت في الباج متاع وكتبت له قلت له راو الصديقة انتي ما تعرف هاش معانتها ما ما قدرت هاش. اعتبرت انو ما هذا هو معانتها الموقفي كان من انو ما ثماش احترام لم يكن هناك احترام من الكامل بن خليل. قلت له راك ما احترمتنيش فقط. رغم انه هو الحقيقة في البرنامج انها تبعت وشفت تقال في كلام طيب جدا. اه. 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 تخيلوا على المباشر بش يقول لي راك بيك وعليك. ما حكيتوش مع بعضكم. لاي ما نحكيش معاه. حاول يحكي معايا ما عاش نحكي معاه الى يوم الدين. اه موقف اه. بانسير. بانسير. حسيتها معايا. شو فيجا نقول لك. اه وقفت معاه في برشة ما واقف. ما كانش في المستوى معايا. طو سنبلو ما. صفحة وطويتها. بالنسبة لي انا ما عادش تماريت اليوم حكيت عليه. الى يوم الدين ما عاش نحكي عليه. انا كان يسلني غدوة برنامجي. اخ نقوله ما نعرفوش شخص تحكي عليه ما نعرفوش. قصة وانتهت. انا 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 اصدقائنا المشتركين برشة كلموني. يجا نقعد. ما نقعد ما حتى حد قتل. ما نقعدش. انا ما عندها كنت معاك في المستوى. انتي غلطت معايا مرة. وعاودتها المرة ضيق. صفحة ونعدها. انتي ضد لفكار متاع مثلا منصش التلفزي. يجي يقول اه. دوكرون يكور من نفس الناس نادي من عايت لهمش. حكاية فير غالي احكي فاها. سامي الاي كريمي وانيس الباجي من الملعب التونسي. هو قال عندي صالح ثبت يا عندي كاميل بن خليل. ايه هو جاب زوز من الملعب التونسي. اذاك صحافي كمان ما يحكيش بس من ملعب التونسي. لا يعني يجي نقول لك الانتماء رو تكون صحافي تكون طبيب تكون محامي تكون اه الانتمام تاعك يخليك تدافع على ثم انا نتحدى. نتحدى صحبي وغيره. انه انا انتمائي على النادي الافريقي خلاني نظلم فار ما بير ما ندخل هو. معنا نشوف هم اسباب اخرى معنا. ايه يوقع يوقع لانه معناتها ما ثم اطراف مش راضي على تدخلاتي مش راضي على انتقاداتي مش راضي على ملاحظاتي امور واذا كان هو معناتها يمشي بالاملاءات ربي معاه ربي حبني اني خرجت. فهمت? اطراف. اطراف هو انا ما نجمش نسميها لانها الاطراف هذه ما حكيتش عليها معناتها. من العيب اني نسميها. لكن. ما دست حقش لحكاية كنقعدة بمعاشر نقعد. ليه ليه. ما ما با يون سيقاند موضوعه وسكرته. ما؟ واضح. ومعها تمنياتنا بطبيعة للنجاح للبره. وموره وكان نجح صحة ليه ما نجح. شو ليك استاذ اليوم. ما استاذ فاجعتني اليوم. قلبك معبي استاذ. لا 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 انا ما نفقش. انا ما نفقش. انا ما نفقش. انا كتبت استاتيوه قلت ما هو اسوأ من الغدر. الكاذب لتبرير الغدر. انا راني ما نكذبش. وهذا وانت تعرف مليح اللي صارو لي برشا مشاكل خاطر نقول لحقيقة. وبش نقعد ديما نقول لحقيقة. سحي. انا والاي شخصيا انا عبش نعطي شوية رأي في ثواني. معناها ضد انو منشط ولا ما حطحنا معناها بصفة عامة نحكيو. انو كل كل كرونيكور اللابسو الجامعي. صحيح. ارزينا انو هذك. حكاية فارغة. يحب الناديا ذاك. لا وما نديكلاريش بها. معناها ما نقولش رأوا هذك محسوب على الفريق. لا ما يهمكش فيه. واضح انو مثلا مسؤول قديم. اه كان في الفريقي ولا في ملعب التونسي ولا في ترجي. وواضح انو بش يحب كان الناديا ذاك. باسور. اما ضد انو نقولوا مثلا. نقسموا البلاتون. معنا انتي ما دا بك تخليد سفت لمحلل. فلازم تكون محلل. لا وانا طاو انا معروف علاني النادي الافريقي. وتشوف حجم السبان اللي في العوام الاخرى كليتو من نادي الافريقي. تفهم اللي ثم برشة مواقفة نقولها ما تعجبش بعضا صار نادي الافريقي.